الدنيا منقطعة مهما بلغت من جمع الأموال الموت ينهي غنى الغني مهما بلغت من القوة سبحان من قهر عباده بالموت مهما بلغت من الاستمتاع بالحياة يعني دائما الموت ينهي قوة القوي وبعث الضعيف وغنى الغني وفقر الفقير ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وقوة القوي وبعث الضعيف ينهي كل شيء أنا لا أتصور أن عطاء يكون في الدنيا فقط ينتهي بالموت يليق بكرم الله مدام العطاء إلهي يجب أن يكون أبديا سرمديا فأي عطاء ينتهي بالموت لا يعد عطاء يليق بكرم الله فلذلك هذه الدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب أعطاها لقارون وهو لا يحبه أعطاها لعبد الرحمن بن عوف صحابي جليل وهو يحبه أعطاها لفرعون وهو لا يحبه أعطاها لسيدنا سليمان وهو يحبه فهذه الدنيا لا يمكن أن تكون مقياس محبة من الله أو عدم محبة لو أن الدنيا تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء إذن الدنيا منقطعة الآن إنسان قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت لو إنسان فرح مثلا بشيء طارئ وزائل وسينتهي يكون تفكيره محدود جدا وإذا الإنسان فرح بشيء ثابت ودائم يعني مثلا لو خيروا خيروا إنسان بين أن يقتني دراجة له أو أن يركب هذه المركبة ساعة الدراجة أفضل لأنه باقية وللآخرة خير لك من الأولى وما عند الله خير وأبقى فلما الإنسان يختار الدنيا الفانية المحدودة ويزهد في الآخرة الممدودة